هي مباحثات الفرصة الأخيرة كما أطلق عليها إيران في مواجهة القوى الكبرى مرة أخرى في العاصمة النمساوية فيينا والهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن وصلت الجولات السابقة منه إلى طريق شبه مسدود المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي الذي يترأس المفاوضات إنريك مورا أكد أن المحادثات ستستأنف بعد انتهاء أعمال الجولة السابعة من دون نتائج ملموسة لا سيما عقب اقتراح طهران إدخال تعديلات كبيرة على النص المتفق عليه خلال الجولات السابقة وتبدي عواصم أوروبية قلقا متزايدا من التقلبات التي تظهرها إيران في مواقفها أثناء المحادثات حيث عبر وزير الخارجية الفرنسي جانيف لوديريان عن قلقه من أن تكون طهران تماطل لكسب الوقت في حين أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس أن إيران أمام آخر فرصة لمعاودة الالتزام بالاتفاق النووي كما شددت ألمانيا على أن المقترحات الإيرانية في الجولة السابقة غير مقبولة وبينما كانت اللهجة الأمريكية أكثر حدة فتحت تعنت الإيراني الباب مجددا أمام خيارات أخرى حيث أكد مسؤول أمريكي أن الوصول لهذا المأزق سببه أن برنامج إيران النووي يتطور إلى نقطة يتجاوزها أي أساس منطقي معهود مشيرا إلى أن التدريبات المزمع أن تجريها الولايات المتحدة مع إسرائيل هي تحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وتقول الوكاة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20% بواسطة مجموعة واحدة من 166 جهاز IR6 متطور في مفاعل الفوردو المشيد داخل جبل مما يجعل مهاجمته أصعب ومنذ أن قررت إيران العودة لطاولة المباحثات بعد توقف الجولات فور وصول إبراهيم رئيسي لسدة الرئاسة في حزيران الماضي كانت الرسال الغربية لطهران تحذيرية من عدم خوض المفاوضات من أجل كسب الوقت والمماطلة بينما تحقق تقدما نوويا وتمضي قدما في عملية تخصيب اليورانيوم وهما يزيد من تأزيم الموقف ويجعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات